تنطلق جولة جديدة من دور كرة القدم الممتاز هذه الجولة مع انطلاقها هناك مشكلة كبيرة هي قضية النقل التلفزيوني واليوم أنباء عن فسخ التعاقد بين قناة الرابعة التي سابقا أعلنت عن حصولها على حقوق البث اليوم أعلن عن فسخ التعاقد مع شركة الأضواء بالعموم مباريات يوم غد التي نوهت عليها الصناعة يقابل فريق الشرطة هي مباريات الجولة التاسعة على ملعب الصناعة ساعة ثنتين ونص الديوانية يلاقي فريق نفط الوسط سمراء بمواجهة فريق الميناء على ملعب التاجي والطلبة مع فريق النفط على ملعب أمانة بغداد وفريق نفط ميسان يلاقي فريق الكرخ أربيل مع فريق نفط البصرة أما يوم الثلاثاء تستكمل هذه المباريات بلقاء الكهرباء مع زاخو والقاسم مع أمانة بغداد الزوراء مع نوروز والنجف مع فريق القوة الجوية ربما هو الدوري الوحيد الذي تستمر مبارياته رغم أن هناك مباريات رسمية وأنا أستغرب هذا الاستمرار بمباريات الدوري وسط سكوت الأندية وهناك أمر آخر ربما أيضا الأندية لا تعلم به وهو خاص لبرنامج استوديو الجماهير تم الاتفاق بشكل شبه رسمي على هبوط أربع أندية من الدوري الممتاز هذا القرار الذي تأجل في وقت لاحق لأن نعرف كان هناك انتخابات اتحاد كرة القدم وهذه أصوات فأجل هذا القرار رغم أنه هي توصية من لجنة المسابقات أنه أربع فرق يتم هبوطها في هذا الموسم ويصعدون فريقين الموسم القادم يكون من 18 فريق دوري كرة القدم يعني تقريبا بشكل رسمي الاتحاد اتفق أو القرار اللي موجود أربع عندي وهذا القرار سيعلن بعد انتهاء مباراة كوريا الجنوبية أو سيرحل إلى ما بعد بطولة كأس العرب وهذا القرار يجب أنه الاندية تعلم به يعني ما معقول أنه لازم هذا يبقى حبيس الاتحاد يعني ما يطلع من غرف الاتحاد لازم الاندية تعرف يعني لازم أندية تحسب حسابها أنه أربع فرق ستهبوط مو فريقين لأن لحد الآن يوجد بعض الاندية تتوقع أنه هبوط فريقين وهذا مو صحيح القرار الرسمي الموجود أنه أربع عندي تهبوط من الدور الممتاز مو فريقين لأن هذه توصية لجنة المسابقات وهي أصلا لجنة المسابقات هي مو توصيتها هذه دراسة موجودة من زمن التطبيعية من شان يقودها الكابتن عدنان درجال وهو قرار الكابتن عدنان درجال أصلا وليس قرار لجنة المسابقات بالتالي الاندية يجب أن تعرف هو القرار إيجابي سلبي احنا نقول إيجابي احنا ويا هذا القرار مع التقليص اندية الدوري احنا نبحث عن نوعية مو كمية ماكو اي مشكلة بس المشكلة وين انه انت تبقى هذا القرار ما تعلم بيه الاندية وهذا خطأ كبير الاندية يجب ان تعرف ايش قد راح ينزلون ايش قد راح يصعدون وتحسب حساباتها فهذا الامر اللي يجب ان تعرف بيه الاندية المشاركة بدوري كرة القدم الممتاز وقلت واحدة من اكبر المشاكل اللي راح نرجع بالحديث عنها هي قضية النقل التلفزيوني ترجمة نانسي قنقر